السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التلميذي في سنة الرابعة متوسط لحتى أولياء تلميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذة ياسمين ويلا أبنائي وبناتي الملخص سيكون تكملة في مادة اللغة العربية إذن يلا أبنائي تذكير فقط باللي أرانا نقرأه في درس العدد وأحواله قلنا من الدروس اللي يعتبرها تلميذ السنة الرابعة متوسط يعتبرها من أصعب الدروس في هذا العام لكن أبنائي درنا الجزء الأول وش فيه الجزء الأول درنا العدد المفرد فهمنا وش نمعتها العدد المفرد كيفاش نعربوه هكذا وش قلنا عدد مفرد معنيش نديره تذكير عدد مفرد معنى يكتب بكلمة واحدة فقط كي نقول واحد عشرة مائة تسعة سبعة معنى تكتب بكلمة مفردة كلمة واحدة فقط درنا أبنائي كيفاش نعربوه وكيفاش نكتبوه لأن السؤال سيكون في اللغة العربية عندنا زوج أسئلة ما يقدرش يطيح لكم ثلاثة السؤال الأول سواء يسطروا عليه ويقول لي اعربه على العدد ولا المعدود وإلا رح يخلي لي فارغ مثلا يكتب لي جملة يعطيني العدد بالأرقام ويقول لي اكتبيه بالحرف هذو هما الأسئلة ننصيبها في الرابعة متوسط إذن يلا تذكير قلنا الجزء الأول درنا نحن حطولكم إن شاء الله في رابط الوصف درنا العدد المفرد قلنا معتع كيفاش نعربه وكيفاش نكتبه وقدرنا العدد المركب وش قلت لكم عدد مركب معتها مركب من كلمة كيفما نقول 11 19 إذا غري ذلك إذن يلا أبنائي الجزء الثاني تعنها اليوم رح نكمل فيه العقود ورح نكمل فيه المعطوف إذن ماشنو هي العقود العقود كيفما احنا ندك 10 20 30 40 50 حتى 90 أما المعطوف نلقى الواو معتها نلقى الواو في الرقم التاعي ولا العدد التاعي كيفما نقول 21 63 84 وثمان معتها فيه الوا مفهم إذن يلا أبنائي نشوفوا الجزء الثاني كذلك كيفاش نعربهم وكيفاش حتى نكتبهم إذا نسموا بسم الله بالعقود اللي قلنا وش نمعت العقود معتها 10 20 43 إلى غري ذلك حتى نلقوا حتى التسعين أو يلا وش هو يقولي العدد يلزم صورة واحدة فلا يطابق ولا يخالف المعدود في التذكير والتأنيث معتها هنا أبنائي يتكتبوا بكتابة واحدة معتها ما يتبدلوش 40 تقعد 40 50 تقعد 50 معتها من ذكرها معتها من ديرها في المذكر من أنتها معتها من ديرهاش في المؤنث ما فهم إذن هذه بالنسبة التذكير للتلاميذ فقط العدد نقصد به العدد مثلا 40 65 والمعدود ماذا نقصد به الحاجة اللي نحب نحسبها يلا ناخدوه مثال ناجحة 40 طالبا إذن يلا 40 هي العدد التاعي شكل اللي نحب نحسبهم هي الطلاب إذن طالبا أبنائي هو المعدود إذن هو يقول لي كي تكون عندك العقود معتها من العشرين حتى التسعين يتكتب بصورة واحدة فقط معتها ما نديروه التأنيث ما نديروه مذكر يلا العدد يعرب حسب موقعه في الجملة والمعدود يعرب وتمييز إذن خلاص أنا ما نكسرش قرصنا مع المعدود إذن المعدود معتها الحاجة اللي حبي نحسبها لدي 50 نعجة لدي مثلا 90 سيالة إلى غري ذلك هدو كام الحاجة اللي نحسبهم سيالة نعجة طالبا إلى غري ذلك وش نعربوه؟ نعربوه تمييز منصوب وعلامة ونصبي الفتح الظاهرة على آخرين هذي سهلة كمنا معها كيفش نعرب العدد؟ يعربو حسب موقعه في الجملة يلا وش نقولكم كيفش نعربوه الحاجة ولا نسهلوا علينا الإعراب؟ نسأل أسئلة ناجحة كيفش نقول؟ مش نقول ماذا؟ ما هي الطلاب ما همش أشياء ناجحة من؟ إذن من؟ فوش نعربوه كي نسألوا السؤال من؟ نعربوه فاعل إذن أربعوه جاءت فاعلة مفهوم؟ ابنائي وقلنا إن شاء الله حنديروا سلسلة كامل الإعرابات على العدد والمعدود يلا هذا بالنسبة للعقود سهلة وبسيطة نمروه اللي بعده اللي عندي المعطوف إذن وش قلنا المعطوف؟ واحد وخمسون تلاتة وسبعون أربعة وعشون معنا ننقع حرف الواو فيها أو يقولي المعطوف يا جزءان المعطوف أبنائي تبعوني عندي الواحد وعشرين 62 61 32 41 42 وهاكذا معناتها خودوا لغير اللي فيهم الواحد واللي فيهم التنين هادو عندهم إعراب وحدوا وعندهم يعني قواعد وحدهم أما الأخرين الباقية معناتها من 23 24 25 إلى 29 نفس الشي من 33 34 35 35 حتى 39 نفس الشي معتها من اللي يبدأوا من م幸مر 30 حتى للتسعة عن دفعت وحده مفهوم؟ إذن ıyoruz وش نقولكم الواحدة والزوج داي من سنطين شفنا في الجزء الأول باللي داي من يحبوا يتعاربوه واحدا إذن يلا المعطوف تعلي فيهم غير الواحد والتنين 21-22 31-32 41-42 وهكذا حتى الحق الـ 91-92 أو يقول لي العدد جزءه الأول يطابق المعدد سواء في التذكير أو التأنيث مع تلجزء الأول تاع بس يلا المعطوف يخيفيه جزء هام كنقل 61 الجزء الأول أقصد به الواحد والستون هو الجزء الثاني كنقل مثلا خمس أو مثلا إثنان وأربعون تنين هو الجزء الأول أربعون هي الجزء الثاني أو قليلا هنا شوفوا جزءه الأول يطابق المعدودة في التذكير والتأنيف ها هو الجزء الأول ورّونا المعدودة التعيمة تالحاجة لم يحب نحسبها زائرا حضر واحد وستون زائرا إذن شوفوا أبنائي هذه جاءت مذكرة هذه جاءت مذكرة لكن مثلا درت التأنيف حضرت مثلا واحدة وستون زائرة معتها هذه التأنيف هذه مؤنثة هذه لازم تجي مؤنثة معتها هذه الجزء الأول هو اللي تبع المعدود هذه اللولة أما جزءه الثاني فيلزم صورة واحدة كلمة يلزم صورة واحدة معتها ما يتبدلش ياخي واش قلنا عشرون تلاتون أربعون خمسون ستون سبعون تمنون تسعون هادو كم من ما يتبدلوش يتكتبوها كذا ما فهم إذن يشدوا بلاستهم يلزم صورة واحدة معتها يشد بلاستهم ما يتبدلش هادو بالنسبة إلى القاعدة اللولة هادو كي نحبو نكتبوها مثلا يعطيني واحد وستين هكذا ويقول لي نتكتبها نكتب له واحد وستون نقول بللي هذا لازم يقول لي مثلا فسر كيفاش احتدرتها هادو التفسير تاحا او يقول لي يهرب جزءه الأول حسب موقعه في الجملة معدها الجزء اللول نعرب حسب موقعه في الجملة اما الجزء الثاني فيعرب معطوف إذن يلا كي نقول حضار واحد وستون واحد وستون زائرا إذن حضار كيف كيف من إذن واحد جاءت فاعل الو وحرف وعطف ستون وش نقول عليه اسم معطوف هادي يا ابنائي الإعرب تحو وقال لي الله المعدد وش يعرب هايل كي ديروا لي هاكا تمييز كي ما احنا قولوا ينحو لي نص الخدمة زائرا تعرب وتمييز منصوب علامة ونصبي الفتحة الظاهرة على آخرية إذن هادي بالنسبة للمعطوف كي كن فيهم الواحد والتنين مفهم يلا هنمروا كي كن فيهم ثلاثة حتى التسعة ثلاثة عشرين ربعة عشرين خمسة عشرين حتى تسعة وعشرين ثلاثة وثلاثين ربعة عشرين خمسة وثلاثين حتى تسعة وثلاثين وخذوا وقسوا على ذلك الأعداد الأخرى يلا قال لي العدد جزءه الأول يخالف المعدود يلا هنشوفو أما جزءه الثاني فيلزم صورة واحدة كيف كيف معانتها الجزء الثاني ما يتبدلش أما الجزء الأول فوش قال لي يخالف المعدود وشو معانتها يخالف معانتها ماشي كيف كيف إذا صبت هذه مؤنثة هادي حنصيبها مذكرة إذا صبت هذه مذكرة هادي حنصيبها مؤنثة يلا نشوفو مررت بستة وعشرين عمودا إذن يلا ستة للهو الجزء الأول جاءت مؤنثة المعدود وشبه معانتها الحاجة لأني حاب نحسبها جاء مذكرا وقيسوا على ذلك مثلا إذا حبيت مثلا مبدلها مثلا العمود مبدلوا بنعجة إذن عارفوا نعجة راهي فيها معانتها مؤنثة أعارفوا بلي رح تكتبوا ستة إذن مررت بستة وعشرين نعجة ما فهم إذن سواء مؤنث مذكر مذكر مؤنث إذن نعكسه يلا يعرب جزءه الأول حسب موقعه في الجملة معانتها هذه تعرب حسب موقعه في الجملة أما جزءه الثاني فيعرب اسم عطف سهلا شوفوا دايما وحرف عطف اللي مراها اسم عطف صح هذه أبنائي كيف تعرب كيف نقول ما رأعت بستة إذن الباء واشنو هي حرف عطف عفوا حرف جر ستة اسم مجرور بي بي وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخر معانتها تعرب حسب موقعه في الجملة جاءت جر ومجرور جاءت مثلا أبنائي فاعل جاءت مفعل به وهكذا مفهوم إذن يلا وشبه تمييز منصوب وعلى ما تنصبه الفتحة الظاهرة على آخرين إذن هذا بالنسبة قلنا من اللي فيهم ثلاثة حتى لتسع يلا إذن نروح إلى الأعداد الأخيرة أبنائي اللي هي يعني أعداد خاصة خليناها في الأخير اللي هي مئة وألف إذن يلا نروح نشوف المئة والألف قلنا من الأعداد تعتبر من الأعداد وشنو المفردة معانتها تكتب وشنو تكتب بكلمة واحدة لكن خليناها في الأخير لأنه رح نشوف علاش إذن يلا بالنسبة المئة وألف قال لي العدد يلزم صورة واحدة فلا يطابق وليخلف المعدود في التذكير أو التأنيث معتها أنا كي نقول ألف محش تتبدل ما نقدش نقول ألفة معتها ما نقدش نأنثها مفهوم إذن الألف والمئة أبنائي ما يتبدلوش الكتابة تحهم مفهوم تقعد هاكا ألف تقعد ألف نكتب هاكا مئة تقعد مئة مفهوم مئة إذن تكتب هاكذا مفهوم يلا هذه بالنسبة إلى الكتابة تحهم العدد يعرب حسب موقعه في الجملة والمعدود يعرب مضافا إلي إذن شوفوا ما تكسوش رسكم بالنسبة للمضاف إليه يعرب عفوا بالنسبة للمعدود الحاجة لني حاب نحسبها أعربوه مضاف إليه مجرروا وعلم تجره الكسرة الظاهرة على آخره يلا هنشوفوا يلا هالألف كيفش تعرب الله هنا أملك ألف كتاب هذا بالنسبة شوفوا المعدود جاء مذكر نفس الشي كنقول أملك ألف قصة حداري نقول ألفة قصة لا تقعد كيما راه الألف والمئة يقعدوا كيما راه إذن يلا كتاب قصة وش قال عربها مضاف إليه مجرروا وعلم تجره الكسرة الظاهرة على آخره ويلا هنشوفوا ألف كيفش نسأل أسئلة باش نعرف أملكوا ماذا إذن كن نسأل سؤال ماذا وش قلت لكم نعربوا مفعول به إذن ألفة مفعول به منصوب وعلم تنصبه الفتحة الظاهرة على آخره مفهوم أبنائي وقلنا باش هذا بالنسبة للجزء الثاني جزء اللول اللي احنا حطوه لكم في رابط الوصف والأحسن أني رح نديلكم إن شاء الله في الأيام المقبلة سلسلة فيها هكما مخلط فيها الأعداد المركبة فيها المفردة العقود المعطوف باش هكذا قد ما مشينا يدنا خلاص نولونا عارفو كيفش نعربوه بسهولة إذن هذا كان بالنسبة للفيديو تاعدنا اليوم كالعادة أبنائي اللي عندوا أي سؤال لا استفساري خليوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عليه في أقرب وقت ممكن وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله